موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز استشيد ووصيب عشرات الفلسطينيين الأحد في قصف صهيوني متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزالي اليوم الثالث والتسعين من العدوان الصهيوني على القطاع وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت الليلة الماضية منزلا بمنطقة الفالوجة شمالي قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عشرين فلسطينيا وإصابة العشرات المصدر ذاته ذكر أن القصف الصهيوني الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة الماضية أدى إلى استشهاد نحو ستة عشر فلسطينيا وإصابة العشرات وجنوبا قصف الطائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس فيما استشهد سبعة عشر فلسطينيا بينهم اثني عشر طفلا جراء قصف الاحتلال منزلا غربي خان يونس فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريس في مخيم خان يونس إلى خمس وعشرين شهيدا بينهم نازحون وفي رفح استشهد سبعة فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف بناية تؤوي نازحين واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها الجوي والمدفعي على محافظته الوسطى ما أدى إلى ارتقاء ستة عشر شهيدا وإصابة العشرات وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الصهيوني استهدفت مركز إيواء تابعا للأنروة بمخيم المغازي ما أدى إلى ارتقاء أربعة فلسطينيين بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أشقاء الأحد في قصف صهيوني على تجمع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة الصحة الفلسطينية في بيان لها ذكرت أن سبعة فلسطينيين استشهدوا جراء قصف مسيرة صهيونية تجمعا للسكان قرب دوار الشهداء جنوب جنين جميعهم من قرية مثلة الشهداء جنوب المدينة وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جنين الليلة الماضية ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من مناطق المدينة في حين أعلنت فصائل فلسطينية الإضراب الشامل الأحد حدادا على أرواح الشهداء أعلنت المقاومة الفلسطينية الأحد تدمير ناقلة جنين صهيونية بقذيفة اليسين 105 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسامة الذراع العسكري لحركة حماس مقطع فيديو في حسابه الرسمي عبر التليجرام تضمن مشاهد مصورة لقصف جنودها ناقلة جنين صهيونية بقذيفة اليسين 105 في مخيم المغازي يعتزم حقوقيون في المغرب تقديم عريضة تطالب نظام المخزن بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وحسب ما أفاد به بيان صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع فإن العريضة تضم نحو عشرة ألاف توقيع بيان المرصد أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بطرد ما يعرف بمكتب الاتصال الصهيوني في العاصمة الرباط والإلغاء الرسمي والنهائي لكل الاتفاقيات مع الكيان أكد مجلس الأمن الدولي على الطابع المحوري لاتفاق السلم والمصالحة في مالي لسنة 2015 المنبتق عن مساري الجزائر الهيئة الأممية في بيان لها أصدرته بمناسبة انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي دعت جميع الأطراف الموقعة على استئناف الحوار والالتزام بتجسيد الاتفاق من أجل ضمان السلام والاستقرار في مالي أعضاء المجلس أقر بالدور الذي لعبته الحكومة الانتقالية بمالي خلال انسحاب بعثة المينوسمة مؤكدين ضرورة التعاون الكل والمستمر للحكومة الانتقالية بمالي لسيما احترام التزاماتها في إطار الاتفاق حول وضعية القوات وخالصوا في الختام إلى تأكيد التزامهم بترقية السلام والأمن في مالي وفي المنطقة يضيف البيان دعا الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة